إذن متابعين كلاهما كما تستذكرون يوم أمس أعلن نظام حضارات الجزائر عن هلاك ما يسمى بمدير أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يسمى أيضا برئاسة الجمهورية في حضارات الجزائر المسؤول الأول عن حماية عملية حساكم من التجسس والأمن المعلوماتي وما هناك من هذه الأمور نظام حضارات الجزائر أعلن عن هلاكه في حادث مرور بين قوسين نحن نعلم على أنها عملية اغتيال واضحة وضوح العيان لكن هنا متابعين الكرام وكما شاهدتم في موقع التواصل الاجتماعي عملية الاغتيال هذه جاءت مباشرة بعد أن قامت شركة الاتصالات الجزائرية كما تشاهدون بنشر خليطة المغرب كاملة وآنذاك كنا ممازحين بأنه شحد من مسؤولي حضارات الجزائر يا إما سوف يتم إعدامه وعلى ما يبدو هذا ما حصل لماذا؟ لأن هذا الشخص من سابعنا الكرام وهو المدير العام للأمن والاتصالات داخل ما يسمى برئاسة الجمهورية قبل أيام قليلة فقط تورط في فضيحة سرقة هواتف بعض المعارضين بين قوسين جزائريين في الخارج هذه الأشخاص تتفاجأوا بأن الهواتف ديالهم وصلت إلى حضارات الجزائر وطبع الحمان قام بسرقتها هو النظام الحضارة والمسؤول الأول عن سرقة هذا الهواتف هو دخول هذا الذي هلك وأقبر والأكثر من ذلك متابعنا الكرام بعض التسريبات تقول على أنه كان يقوم بالإرسال التسجيلات الصوتية التي كان داخل هذا الهواتف إلى شنقريحة وإلى المخابرات أي أن هذا الشخص متابعنا الكرام عنده علاقة مباشرة مع شركة الاتصالات ديال الجزائر اللي لم نقل هو الذي يتحكم في شركة الاتصال ديال حضارات الجزائر بل أكثر من ذلك قد يكون هو المسؤول الأول عن التجسس على هواتف الجزائرين وما هناك من هذه الأمور أي أننا هنا متابعنا الكرام نربط ما بين شركة الاتصالات الجزائر التي نشرت خريطة المغرب كاملة وما بين هذا الشخص فالسؤال المطلوب هنا وهل خريطة المغرب كاملة التي نشرت على موقع الاتصالات الجزائر هي السبب في هلاك هذا المقبور شنقريح قام بتصفيته بسبب هذا الغلط نحن طبيعة الحال أنا داك قلنا ممازحين بأنه شخص ما من نظام حضارات الجزائر مسؤول ما من نظام حضارات الجزائر سيتم إدخاله إلى السجن أو سيتم إعدامه أو سيتم قتله وعلى ما يبدو هذا ما حدث لأن الفترة الزمنية ما بين الحادثين متقاربة على الأقل وحتى 48 ساعة ما بين نشر خريطة المغرب كاملة وما بين الهلاك ديال هذا الشخص وكما قلت لكم متابعين الكرام فإن هذا الشخص هو مسؤول عن التجسس على بعض الجزائريين وعلى الهواتف ديالهم وعلى طبيعة الحال الرسائل ديالهم والرسائل الصوتية ديالهم والواتساب ديالهم ما إلا هناك من هذه الأمور وهذه العملية لا يمكن أن تتم بدون تورط شركة اتصالات الجزائر أي أنه عنده يد مباشرة مع شركة اتصالات الجزائر وقد يكون شنقريحة قام بتصفيته بسبب هذا الغلط ديال خليطة المغرب كاملة حيث قام باغتياله ولفقتهم بطبيعة الحال أو لفقوا الحادثة إلى حادث مروري أو حادث سير وبطبيعة الحال في حضارات الجزائر لا يمكن بتاتل أن نصدق بأن كابران بهذه الأهمية داخل نظام حضارات الجزائر يهلك فقط في حادث سير مباشرة بعد أن نشرت شركة اتصالات الجزائر لخليطة المغرب كاملة وشركة الاتصالات الجزائر هذا المقبور كان متورطا معها في التجسس على الجزائر متابعين الكلام أراكم في فيديو قادم